أكد مصدر رفيع المستوى أنه من المتوقع وصول وفد إسرائيلي يدوم مسؤولين من كافة الإجهزة المعنية بمفاوضات الأسرة إلى القاهرة خلال الساعة القادمة وذلك الاستئناف في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوكه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرة وإنهاء الحرب المستمرة منذ التاسع أو منذ تسعة أشهر في قطاع غزة هذا وكان المصدر قد أكد عقد لقاءات مصرية مكثفة مع كافة الأطراف خلال الأسبوع الجاري للتوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة مضيفا أن مصر تصدف وفود إسرائيلية وأمريكية للتبحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة مضيفا أنه تجرى مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس في إطار جهود مصر لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين شكرا �